السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. برحب بكل المشتركين معايا في القناة. وبرحب بالمشتركين الجداد معايا في القناة. وبشكركم على التعليقات. النهاردة قراءة عاطفية لموليد برج ستور. من دلوقتي نبدأ برج ستور. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج ستور. برج ستور في الفترة الاولى من القراءة. المدة اللي احنا قلناها. بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين. هيكون هندقوا في الفترة دي. يعني الناحية العاطفية هتكون جيدة وفي تفاهم مع الشريك. ده بالنسبة للمرتبطين وللمتزوجين. اه لكن يا برج سور التارد بيحذرك في الفترة دي من العناد. لان دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلغبط كل ده. يعني ممكن تلغبط التفاهم والحب. هيكون عندك شوية عينات كده. اه تخلي بلك منهم. اه شايفة في حب وتفاهم من الطرفين. اه ممكن برج سور يعني في امور اه اه انت تفهمها غلط في امور كتير انت تفهمها غلط. او تكون اه ردود افعيلة مش اه مش ملأم للموقف. يعني مش على قد الموقف. او غير الموقف خالص يعني ردود افعيلة. اما الغير مرتبطين الفترة الاولى من الكراءة. في المدة الاولى. برضو مناسبة جدا عندك للحب. وفي عندكو احتمال كبير مقابلت في الشخص المناسب. يعني شايفة فترة جاية ان شاء الله فيها ارتباط وحب متبادل. عندك فترة جاية جميلة جدا يا برج سور. طب نشوف الطاقات الموجودة كده معنا. في طاقات ترابية طبعا طاقتك. شايفة كمان العزراء. طاقة ترابية تانية زيرك. وفي طاقات مائية ونارية كمان. طيب يلا نشوف حكاية السور مع الابراج دي. مع الطاقات الموجودة يعني في الاول عايز اقول ان شايفاك يا برج سور مراكز اكتر حاجة على الناحية العملية. حابت تطور من نفسك على المستوى العملي وشايفاك بتفكر يعني انك بتوصل لدرجات اعلى. او شايفاك كمان بتتكر في شغلك. يعني عندك افكار كتير الجديدة وبتسعى لتحقيقها. عايز تحققها عايز تنفذها. ممكن في الفترة دي تلاقي ناس كمان تحاول تقلل من حماسك ده. يعني شايفاك متحمس جدا وشايفا فيه اشخاص بيحاولوا يقللوا من الحماس ده. بس شايفاك مصمم عارف انت تتعمل ايه وعايز توصل لايه. وطبعا بالتوفيق اه لكل مواليد برج سور. النحية العاطفية شايفا اه عند مواليد برج سور شايفا انفصال وشايفا انتظار. عندك طاقة انتظار يا برج سور. اه بعدكم عايش حالة من القلق والانتظار بعد الانفصال. بعضكم لسه متعلق بالشريك يعني لسه فيه تعلق شديد جدا وده سبب الانتظار اللي انت فيه. يعني لسه بتحبه ولسه مستنيه يرجع. يعني رغم انك مش بتظهر ده. يعني شايفاك مش بتظهر ده على اقل اللي حواليك. شايفا فيش تياء وحنين من الصرفين يا برج السور. يعني عند بعضكم الحبيب برجه تعبين وبيفكر فيك باستمرار. بيفكر كمان آآ يعني ظاهر هنا عندي بيفكر كمان في كل حاجة وصلت العلاقة للوضع ده. عايش فترة تفكير وحساب للنفس. يعني شايفا بيحس بنفسه وبيحسبك انت كمان. بيحسبك بينه وبين نفسه. يعني كأنه كأنه بيعذبك او بيلومك. هو تعبين جدا. بس رغم كل تعبه ده انا شايفا مش عايز يتكلم في الفترة دي. بعضكم اتقفل الاتصال من ناحيته. بس هكمل الكراءة كده واسحب كروت اشوف هيعمل ايه? او هتروح لفين العلاقة? بس شايفا فيه بعضكم فيه الاتصال اتقفل تماما. عشان كمان فيه كمان او شايفا عند بعضكم محكمة. شايفا محكمة والطرف الثاني آآ عند بعضكم داخل على حاجة جديدة او بيعمل حاجة جديدة. بس تشوفوا بقى. هو فيه نسبة كبيرة جدا فيه رجوع للشريك. بس مطلوب منك يا برج ستور تبعد القلق وتوتر عن حياتك وتفكيرك. يعني آآ مطلوب منك تكون ايجابي. عندك افكار سلبية كتير. عندك آآ جواك فيه خوف وقلق كده وتوتر. اغلب الوقت. يعني اغلب اوقات آآ يومك عايشها كده. ما بتنامش كويس خالص. آآ يعني انا بطمنت برج ستور فيه عندك تغيرات كتير ايجابية. يعني انت داخل عليها في الفترة اللي جاية دي. آآ وموفق بإذن الله في اغلب امور حياتك. آآ وانت اصلا فلاكيا يا برج السور في شهر مايو هيكون بنسبلك يعني بداية كل حاجة حلوة. ونهاية كل سيء من حياتك. يعني عزاكم تتفقلوا تستقبلوا كده اللي جاي. بس بس زي ما بقول دايما في البراج اللي بلاقيها كده وهي عندها حاجات حلوة كتير جاية. آآ افتحوا منافذ الطاقة عندكم. شايف عندك حظوص كتير يا برج السور. آآ وعندك آآ يعني تدخلات اللي هي في بعض امور حياتك. يعني بعد معاشت فترة كبيرة في عندك ركود الحياة وقفة كده وتأجيل. حصل عندك تأجيل في حاجات كتير وحاجات كتير وقفت وتعصلت عندك. عندك فترة جاية آآ رائعة صراحة. في انطلاقات جديدة وتبيرة. آآ شايف عندك يا برج السور كمان اتصالات. فيها هيحصل اتصالات في الفترة القريبة اللي جاية ولقاءات كلها يعني مبشرة بالخير. في لقاءات منها هتكون آآ يعني آآ فيها شوية كلام بس مش آآ بس مش هيكون بشكل دي سيء قوي يعني آآ يعني هيحصل في لقاءات هيحصل فيها الاول آآ كلام كده مشدد كده على خفيف. بس آآ هتتحل الامور بسرعة ان شاء الله كلها اتصالات ولقاءات آآ كويسة بالنسبالك يا برج السور. برج السور والعاطفة آآ يعني شايفة كمان عندكم بعض مواريد برج السور آآ في الفترة اللي فاتت دي تعارق كتير لخزلان. فشل متتالي في علاقات. يعني شايفة فيه علاقات كتير مرت بحياة برج السور ما حصلش فيها اي اي نجاح. يعني كلها علاقات وشايفة فيها انفصال يعني كلها برج السور ما توفقش فيها. شايفة كمان مشاكل داخلية ممكن تكون مع الاهل. بعضوكم عنده مشاكل كمان مع الاهل. آآ قلبك قعد لفترة يا برج السور مكسور. ولسه حاسس بده لحد دلوقتي. يعني هو الكسر اللي في قلبك ده انت لسه حصل لحد دلوقتي. آآ الانفصال اللي انا شايفة شايفة مع ابراج مائية وابراج نارية. آآ وفي حب كبير كمان. يعني برغم البعض ده في حب كبير كمان. آآ نسبة كبيرة في رجوع مع ابراج نارية. ان شاء الله يا رب. وهيحصل تواصل في الفترة اللي جاية دي. شايفك يا برج السور انت اتعلمت. انت كمان اتعلمت كتير قوي يعني شايفك قعد آآ 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 كنت تعبين وآآ كنت بتعاني بس في نفس الوقت هي كانت فترة تعليم بالنسبة لك. كل اللي مر في حياتك ده من تعب يعني آآ كان آآ هو علمك حاجات كتير. وعشان كده انت هترجع بشكل افضل. يعني سواء حياتك عموما او حياتك مع الطرف التاني انتو هترجعوا بشكل افضل لاني شايفك اتعلمت حاجات كتير وبقيت شايف الامور بشكل اوضح. يعني حسبت نفسك كتير برغم زعلك من الطرف التاني انت كمان في الفترة دي انت كنت بتحاسب نفسك. يعني كنت بتفكر حاجات انت كمان بتعملها وبتحاسب نفسك عليها. عرفت الاخطاء دي كلها اللي كانت بتلغبط الدنيا عندك دايما اكيد ده كان المقصود من كل اللي حصل يعني انك تتعلم. وده بيبقى المقصود على فكرة من كل اللي بيحصل في حياتنا يعني اي حاجة بنشوفها سيئة في حياتنا هي المقصود منها فعلا ان احنا نتعلم. يعني زي ما بيقولوا محدش بيتعلم بسهولة او ببلاش. بنتعلم بندفع ثمن كبير قوي. بس في الاخر المهم ان احنا نتعلم من كل اللي حصل لنا. ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها. ايه اللي نعمله. ايه اللي ما نعملوش. ده حصل لك في الفترة دي. اه كمن او وصلك لانك تعرف وضع كل شخص في حياتك. انت شكلك كان فيه نسبة تدخل في حياتك او كان فيه كلام عن حياتك بتقولوا لاشخاص لاشخاص تانية ما كانش ليها ان هي تعرف حاجة عن حياتك. انت في الفترة دي اتعلمت انك كل شخص في حياتك ليه حدود وليه وضع معين هو موجود فيه. ودي حاجة كويسة. يعني برغم تعبك. دي حاجة نتيجة كويسة انت وصلت لها. فعلا اهو. يعني الكارث اللي تلقى لكتاني انت انت محتاج انك اي حد عمل لك وضع او تسبب لك الم يعني واتخدعت منه. اه في الفترة اللي جاية انت تطلعه من دماغك ومن حياتك. اي حد تسبب في كل حاجة انت مريت بيها. او ممكن تكون انت بتفكر في كده فعلا. وده علشان تقدر تستقر. يعني تقدر تشوف باقي جوانب حياتك بايجابية. لان انت كمان يا برج السور زعلت ناس عزيزة عليك. في الفترة اللي فاتت بعضكو. زعل ناس عزيزة عليك في الفترة دي. اه وهي اصلا كانت فترة توتر في حياتك. اه. اه. لازم تحاول تصلح ده. اه. في علاقات. اه يا برج السور انت محتاج تصلحها وتشوف الايجابية فيها. شايف عندك استعداد. شايفك مستعد في الفترة دي. انك تبدأ. اه وتعمل كده. انك تصلح في علاقات محتاج انك تصلحها. شايفك مستعد في الفترة دي انك تصلح حاجات كتير. ازاك لو في حد غالي عندك او عزيز كده انت مزعله. اه. لازم تصلح جامعين. شايفة القراءة ايجابية. وفي تطور كبير قوي في اه في معظم امور حياتك ان شاء الله. فترة جاية. يعني اكتر من رائعة بصراحة. الاشخاص اللي اتعرضوا لخيانة. اه. سامح يا برج السور. لان شايفة عند البعض الحبيب ندمين جدا. عند بعضكو. شايفة فيه ندم كبير جدا. قلبه موجوع عليك اكتر من نفسه. اه. فممكن العلاقات اللي زي دي لو برج السور عايز هترجع هترجع بالا بالتسامح. يعني هي ما فيهاش اي مشكلة غير ان برج السور سامح. اه. شايفة المرتبطين حياتهم فيها حب ونوعا ما مستقرة. اه. بس شايفة ان ممكن تكون فيه مشاكل مادية بتقابل اه الطرف التاني. يعني وصلته لصعب نفسي وصعب عضوي كمان يعني بقى مكتئب بالطرف التاني عندك يا برج السور. الحبيب اه الزوج كده. فيه مشاكل مادية بيعاني منها. وهو تعبان جدا بسبب كده بسبب الضغوط. بس شايفة لها فيها حل قريب ان شاء الله. اه. اه. وشايفة المنفصلين عندهم نسبة رجوع بعد درس. بعد درس اتعلمتوه انتو والشريك. يعني شايفة انا كان المقصود من كل اللي حصل معيكو او في حياتكو ده. شايفة كان درس قوي جدا. اه. ليه بقول درس? سوري. اه. درس لان انا شايفةكو اه. اه. انت بتحسب نفسك وهو بيحسب نفسه. وبتبصوا على امور كتير تاني في حياتكو. وبتبصوا على الناس حواريكو. وبتبصوا على الناس انتو دخلتوهم في حياتكو. اه. تفكيركو اه. مش بس في العلاقة وبس عايزين نرجع تفكيركو. ايه اللي وصل العلاقة لكده? اه. وبعد التفكير ده انتو لما ترجعوا لبعض. اه. كل الحاجات الغلطة اللي كنت بتعملوها قبل كده مش هتعملوها تاني. يعني هو ده اللي انتو نويين عليه. اه. ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. كمان غير مرتبطين اه. زي ما قلت فترة عاطفية جميلة جاية. وفي مقابلة للشريك مناسب ان شاء الله. هيكون فيها حب متبادل. اه. 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 تانية هو. وعلى فكرة انتو عندكو برضو دي. اه. شفتها في التوقعات الفلاكية. اه. افتكرتها دلوقتي. انتو فعلا في بعضكو هتكون اه. الحب اللي انت هتقابله. واحتمل تكون قابلته كمان. اه. هيكون جنسية مختلفة عنك يا برج الصورة. يعني بعضكو الحب اللي عنده هيكون الثرف الثاني انت بلد وهو بلد تاني. اه. شهر موفق ان شاء الله. اه موفقين ان شاء الله. اه. مستنية علاقاتكو. اه. ما تنتوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو و الفديو عن ذاكو. اه. 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 و شكرا من المتابعة.